أخنوش يتسلم مفاتيح رئاسة الحكومة من العثماني ولا يحفظ العالم يدرف الدموع أثناء تسليم الصلط وهذا سبب غيابه عن الحكومة الحالية جرى اليوم الجمعة في الرباط حفل تسليم الصلط بين عزيز أخنوش الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة وسلفه سعد الدين العثماني وهن العثماني رئيس الحكومة الجديدة على التقى الملكية السامية متمنيا للحكومة الجديدة كامل العون والدعم كما أعرب العثماني عن متمنياته لأخنوش بكامل التوفيق في أداء مهامه الجديدة خلال السنوات المقبلة خدمة للمملكة من أجل تحقيق نتائج جيدة بالنظر إلى التحديات الكبيرة ومن جهتي نوها عزيز أخنوش بخصال رئيس الحكومة السابق مشيدا بالأجواء الجدية التي طبعت الاشتغال داخل الأغلبية الحكومية السابقة رغم جميع الصعوبات التي يمكن أن تمر منها أي حكومة سواء السياسية أو الضرفية أو المرتبطة بالجائحة كما هنأ أخنوش العثماني على النجاح الذي ميز الحكومة السابقة التي أثمرت نتائج ومشاريع كبرى وأشرفت على تنزيل أوراش اقتصادية واجتماعية تلموية تحت قيادة الملك محمد السادس مولايحفظ العالمي يدرف الدموع خلال حفل تسليم الصلط في مشهد المؤثر لم يتمالك وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولايحفظ العالمي دموعه في حفل تسليم الصلط الذي جرى اليوم الجمعة بمقر الوزارة بالرباط العالمي أجهش بالبكاء خلال مراسيم تسليم الصلط لكل من وزير الصناعة والتجارة الجديد رياد مزور وغيثم زور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة متحدثا عن فترة عمله بالوزارة والإنجازات المحققة خلال ولايته ومتمنيا التوفيق لخلفه هذا وأطار غياب مولايحفظ العالمي عن الحكومة الجديدة تساؤلات كثيرة خصوصا أنه عرف بعمله الجاد ودات الجبار التي بدلها لجلب استثمارات مهمة للبلاد وكذا دوره الكبير خلال فترة الجائحة وحسب ما نشر موقع كيفاش من مصادر موتوقة أن ظروفا عائلية جعلت مولايحفظ العالمي يعتذر عن الاستمرار في الحكومة وضيف نفس المصدر أن الحالة الصحية لشخص قريب من الوزير السابق فرضت على الأخير الاعتدار عن ترأس وزارة في الحكومة الحالية اشتركوا في القناة